وقت بيتحول خطاب الموتيفيشن والتحفيز من غاية لمساعدة العالم وتشجيعهم لغايات أخرى غايات أخرى مثل كسب المال، تحقير المدرسين، تهميش الفقراء أكتر ما هنن مهمشين، التقليل من قيمة الدراسة والشهادات الجامعية وغيرهم كثير أديب واعز ومحمد كزاز مرحبا وأهلا بكم فيديو جديد اليوم سنحكي عن اثنين يوتيوبرز معروفين حاليا وفيه انقسام كبير بالرأي حولهم وياللي هنن أديب واعز ومحمد كزاز ملاحظة صغيرة قبل ما نبلش النقد ما هو نقد شخصي بل هو نقد للأفكار ومو مقصود فيه أي إساءة لفت نظري انه كل ما حدا ينزل عنه فيديو كل الكومنتز بتكون وأخيرا في حدا حكا عنهم وأخيرا في حدا حكاية اللي بقلبنا مشان هيك حبيت عمل هذا الفيديو ونتناقش مع بعض بأفكار لهدول الأشخاص وقصتهم ومحتواهن لنحن نحن نحن أديب واعز شاب سوري من مدينة حلب هاجر بسبب الحرب على النرويج درس وتخرج بس حسب الآخر انه هو ما حقق شي مهم من دراسته أو من شهادته فهو مقرر انه يفتح البزنس الخاص فيه بكل فيديو بيحكي عن هاد البزنس وبيسكره بس لحد الآن ما حدا بيعرف بالتحديد شو هو هاد البزنس بيقول انه هو كونسالتينج أو مستشار بس كمان لحد الآن ما حدا بيعرف انه هو بقدم استشارات بألف و ألفين و ثلاثة آلاف يورو بأي اختصاص أصلا الشي الوحيد المعروف والواضح انه هو ببيع كورس اسمه من السفر للمية بمبالغ كتير عالية ترك النرويج وعايش حالياً بدبي عاصمة المؤسرين حول العالم أنا بالنسبة للي وبالنسبة لكتير أشخاص مثلي أديب واعز عبارة عن يوتيوبر وإنستجرامر ببيع وهم وحكي للعالم وعايش حياته من وراء هاي التجارة يلي على ما يبدو انه هي تجارة مربحة طيب مشان نكون عادلين ومنصفين خلينا نقول كم شغلة إيجابية عن أديب واحد فيه كان فيديو تشجيعي عن العمل حلوين اثنين قصته انه هو كان لاجئ وحالياً هو عايش بدبي وحياة حلوة ومريحة تعتبر نوعاً ما قصة ملهمة ثلاثة زكي وبيعرف يجيب أرقام ومشاهدات أما بالنسبة للسلبيات عدوا معي واحد ضبابي وغامض وكل الفيديو تابعه عبارة عن رؤوس أقلام اثنين بيشجع الشباب على ترك الدراسة ثلاثة عنده غرور مو طبيعي وبيتجلى هاد الغرور بفكرة انه هو شايف حاله أحسن من الدكاترة والمهندسين والمدرسين وإلى آخره مثلاً بيوقف في دبي وراه هالأبراج العالية وناطحات الصحاب يلي احتاجت وقت وجهد وزكا كتير لتنفيذة وبيقول عندك خيارين يا بتروح للمدرسة وبتصير مهندس وبتساهم بالمستقبل بإتمام وتنفيذ متل هدول البنايات يا بتشتغل على حالك وبتفتح البزنس الخاص فيك وبتصير تاجر وبتشتري انت واحدة من هدول البنايات مع بتعرف كيف رح تعمل هاد الشي اشترك معي بكورس من الصفر للمية أربعة هاي النقطة علي جدلنا وعمة أكيد معروف انه بعصرنا الحالي أهم الشي بالحياة هو المصاري ولكن في شي اسمه عبودية واضحة للمال وقتكون انت ساني محتوى عندك أكتر من 3000 فيديو ما في ولا فيديو من هال 3000 ما نجذكر فيه كلمة مصاري 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 صار هون الوضع تو ماتش ومقرف أنا بالنسبة لقلي المصاري مهمة ومهمة كتير بس الاهم منها صحتي الجسدية صحتي النفسية اني انا اكون مستمتع بالشي يلي عبعمله وفي فكرة تانية انه قديب بيرسخ فكرة انه الفقير مبهدل بيستعمل هاي الكلمة كتير كلمة مبهدل بيوصف الفقر والاشخاص الفقراء خامسا واخيرا بيع الوهم وترسيخ شعور انه كل شي بالحياة سهل والدنيا ماشية اشطة وعسل والمصاري موجودة وكتير ما بدا شي غير لابتوك قدامك وشوية زكا منك فهون الشباب وخاصة الشباب السوري او شباب اي بلد عم يمرق بظروف صعبة رح يحسوا انه العزر فيهم لقلهم هنن الغلط هنن اغبياء يلي معهم يقدروا يعملوا شي القاعدة الاساسية بخطاب الموتيفيشن والتحفيز انه انت تعطي طاق ايجابية للعالم للأسف اديب كثر هاي القاعدة الجوهرية من قواعد الموتيفيشن محمد كزاز شاب سوري من مدينة حلب سافر على تركيا بسبب الحرب ومن بعده كمان بظن عن نرويج بدأت مسيرته بالشهرة على التيك توك من خلال فيديوهات فاضحة او نوعا ما خادشة للحياء من بعد انتقل على اليوتيوب وغير محتوى وصار يعطي نصايح للشباب وحاليا عنده واحد مليون مشترك طيب شقد في عالم مهمة اللي بيحق ولاده لحتى صار في عند محمد كزاز واحد مليون مشترك شقد في عالم نسيانة ربي ولاده ونسيانة انصحهم لحتى الشباب والصباية فيتحين يوتيوب وعم يدوروا على نصايح بديهية على قناة محمد احتواه كله او تسعين بالمية منه والنصايح يلي بقدمه كله نصايح وامور تافهة وسخيفة لأبعد الحدود عشان ما نطول كتير ناخد مثال العناوين خمس عادات رح تساويك مثل النسوان اذا ضليت تعملون كيف تستخدم رجولتك صح لتغير من حياتك خمس اسرار بس للرجال اللي عليهم الايمة بيساوون رح تدمر حياتك اذا ما عملتون حركات بالجسم بتخليك تصير ارجال من 99 بالمية من الرجال لا تلبس هدول الشغلات مرة تانية لانه شكلك رح يطلع فقير هاي عينة كتير بسيطة وصغيرة كزاز عنده 280 فيديو على التشانيل تابعهم وكل لون هيك ومع نصايح كمان مثلا استخدم وزيد التعرق لا تصبغ شعرك من فوق من هون اشعر عصور ليمون قدام البنتي اللي بتحبها لحتى هي تحبك اكتر وين لازم نشيل الشعر وين ما لازم نشيل الشعر بالجسم الى اخره كل المحتوى سخافة وتفاهة وبغض النظر وما رح احكي عن الفيديوز يلي زايد 18 يلي بيعملون محمد على التشانيل انا ابدا ما عندي مشكلة بالتسقيف الجنسي بالعكس انا مع مية بالمية ولكن التسقيف الجنسي له ناسه التسقيف الجنسي يستخدم فيه مصطلحات وكلمات علمية ونظيفة ما بيتسقفوا الشباب جنسيا بهاي الطريقة الرخيصة فيه كان فيديو حلوين مفيدين بيشجعوا على القراءة على العمل على الفئة بكير على الرياضة على انه الشاب لازم يلحق حلمه ويعيش بالاخر اللي هو بحبه واكيد ما رح ننسى انه اي مشكلة بتنطرح خلال الفيديو بيكون الحال تبعه انه المشاهد يشترك بكورس من الصفر للمية بتحسوا لهالكورس مثل كتاب الف ليلة وليلة فيه يقصص وحلول عن كل شي بالنهاية عزيزي المشاهد لكل انسان الحق انه يتابع يلي بيعجبه ويستمتع بالمحتوى يلي هو بيختاره ان شاء الله يكون فيه عالم فعليا عم يستفادوا من الكورس وعم يستفادوا من هالكم نقطة الايجابية يلي بيترحون اديب ومحمد خلال فيديوهاتهم حبيت اعمل هاد الفيديو كصانع محتوى من مدينة حلب ليش؟ لانه 90% من العالم صار فيه عندهم صورة نمطية بسبب اديب ومحمد انه كل الحلبية هيك كل الحلبية سخيفين بيعين حكي بيعين وهم وما همون شي بالحياة غير المصاري فاكيد هاي الفكرة غلط شعب حلب وشباب مدينة حلب شباب مثقف وواعي وحالم وان شاء الله بإذن الله عم ينتظروا مستقبل حلو شكرا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة على مشاهدتكم لهذا الفيديو لا تنسوا تدعموني بلايك او ديس لايك تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات وتعملوا اشتراك على القناة حتى يوصلكم كل جديد شكرا على المشاهدة لنا لقاء آخر شكرا على المشاهدة